أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف أكد أن سوق المزارعين البحرينيين استطاع أن يحقق النجاح في تنفيذ الأهداف المرسومة له لافتا إلى أن السوق استقطب آلاف الزوار من البحرينيين والمقيمين جاء ذلك خلال رعايته لختام فعاليات سوق المزارعين البحرينيين في نسخته التاسعة بحديقة البديع النباتية وقال الوزير خلف أن نجاح فعاليات السوق الذي استمر على مدى 14 أسبوع منذ انطلاقته في 25 ديسمبر 2021 ورغم الظروف الاستثنائية التي مرت بها مملكة البحرين في ظل الجائحة جاء بفضل التنسيق المستمر بين الوزارة والفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا حيث تم اعتماد قائمة من الإجراءات التي تم التسجيد على تنفيذها حرصا على سلامة الجميع على صعيد متصل جدد الوزير خلف التزام الوزارة وانطلاقا من التوجيهات الملكية السامية والمتابعة المستمرة من سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بتقديم كافة أنواع الدعم للمزارعين البحرينيين ومساندة جهودهم لإدخال التقنيات الزراعية الحديثة في عمليات الإنتاج علاوة على دعمهم في تسويق منتجاتهم وعبر الوزير خلف عن بالغ الشكر للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي لدعمها المستمر الذي أسهم في نجاح سوق المزارعين كما وجه الشكر لجهود المنظمين معبرا عن شكره للمزارعين المشاركين في فعاليات السوق وحرصهم على توفير المنتجات المحلية أمام الزوار إلى ذلك عبرت الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي الشيخ مرام بنت عيسى الخليفة عن سعادتها بنجاح هذه النسخة من سوق المزارعين التي جاءت بعد الانقطاع الذي فرضته جائحة فيروس كورونا وأكدت مضي المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي في شراكتها مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في إقامة سوق المزارعين ليؤدي دوره المهم في تسويق المنتجات الزراعية المحلية وليكون حافزاً للمزارع البحريني من أجل تشجيعه على زيادة الانتاج المحلي وتنوعه وليتمكن من منافسة المنتج الزراعي المستورد وشهد الأسبوع الختمي من سوق المزارعين البحرينيين إقامة مجموعة من الفعاليات تزمناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك يسرني اليوم الذي أعلن أن عدد الحضور خلال هذا الموسم فاق 60 ألف من الحضور من المواطنيين والمقيمين من مختلف الجنسيات والجاليات في هذا الموسم شارك حوالي 37 مشاركة من المزارعين البحرينيين والشركات الزراعية وأيضاً الأسر المنتجة هذا السوق أو هذا الموسم أيضاً شهد ولأول مرة فتح الاشتراك في منصة جديدة تسوقية لمنتجات زراعية بمناسبة شهر رمضان نهدف إلى زيادة الإنتاج البحريني ونساعد المزارع البحريني من كل الجوانب نجاح لافت حققه سوق المزارعين في نسخته التاسعة وها هو اليوم يسدل الستار على فعالياته التي قدمت منتجات المزارعين البحرينيين بشكل جميل اليوم سوق المزارعين تعتبر منصة جامعة لكثير من العناصر الهامة اليوم لما أنا أحضر اليوم سوق المزارعين أشوف هناك تنوع في الحقيقة التنوع هذا ما كان في السابق في السنة الماضية لكن أشوف هذه السنة فيها تنوع يعني محطة شاملة للإرشاد الزراعي للتنوع اللي شفناه اليوم في دعم المزارع للمنتج المحلي وتطوير أيضا شفنا الأسر المنتجة كيف أن هذه المنصة أيضا تشمل الأسر المنتجة وأيضا القطاع الخاص بالشتلات يعني هناك أيضا تنوع في دعم اللي هو الشتلات هذه السوق تعد فرصة ذهبية ومحطة مهمة لزواره خصوصا وإنه أصبح وجهة مهمة ضمن الفعاليات الوطنية وعنصرا مهما لدعم القطاع الزراعي لما يوفره من منصة هامة لتسويق المنتجات الزراعية المحلية لاحظنا في هذا الموسم مشاركة كبيرة رغم التحديات تطور أيضا هذا السوق من بداية الافتتاح إلى نهايته في هذا اليوم بما لاحظنا من إضافة جديدة من المزارعين أنفسهم في إضافة أصناف جديدة من المنتجات الزراعية كل هذا يعطينا مسؤولية أيضا كبيرة للاهتمام بتوجهات جلالة الملك المفدى فيما يتعلق بالأمن الغذائي فعالية سنوية ينتظرها محبوع المنتجات الطبيعية فهذه السوق فتحت الباب على مصراعيه أمام المزارعين ليعمل على أنتاج أفضل المزروعات بجودة عالية فيما ساعد المستهلكين على الحصول على منتج محلي متميز يتمتع بقيمة غذائية عالية تم قطفه من المزرعة ليصل لأيدي زوار السوق في الوقت ذاته عاما بعد عام يحقق سوق المزارعين البحرينيين نجاحا لافتا حتى أصبح المحفز الأول لدفع المزارع البحريني على التنافس في هذا المجال وطرح أجود أنواع المنتجات الزراعية والتي يتم زراعتها بأفضل التقنيات الحديثة والمتطورة لتخرج بمنتج زراعي محلي ثو جودة عالية خولة لغرينيس المركز الأخبار تلفزيون البحرين